موسيقى انا عازف دودوك الالة الارمانية التقليدية الفولكلوريك الموسيقية تعلمت بالمهد الموسيقي الارماني هنيك بيعلموا الالة الارمانية الكتير قريبة عقلبي بعدين عزمت عطرابلوس بالميناء بمنطقة الميناء بعدين منصورية على مسرح بير بوخاتر بعدين عزمت بعدين عزفت مع تاكيان يوثباند وكمان على مسرح تير ميلكونيان مع السيدز المعهد وبعدين عزمت في 2019 كان في مهرجين مهرجين الفنون الارمانية بسويسرا هوني كان عقدت واخر شيء بـ 2021 بقلب كورونا شركت بفرقة موسيقية عربية اسم القافلة هني مركزهم بـ ألمانيا وكان مفروض نعمل جولة مع البروغرام اللي حضرناهم بالسنة بقلب الدول الأوروبية بس الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا سكرت كل الدول الأوروبية الحدود فقالنا أنه قررنا أنه نطلع عبروس كل الموسيقيين عنا بدقوا العود القانون الطبل من تونس من جزائر من الأوردن من سوريا من لبنان أنا اللبناني الوحيد والأرمني الوحيد لشركت رحنا عبروس وسجلنا هونيك بالستوديو فإن شاء الله السين الجاي هيك هيك القرار أنه نعمل الجولة بس ما يخف الوضع الوباء إن شاء الله يا رب إن شاء الله رافي كيف قرارت تختص بقالة الدودوك لماذا اخترت هذه هالقالة بالتحديد؟ أوكي أنا استي مع الدودوك بلشت هيك بأسة زريفة كنا عم من عم نجتمع تنعمل تنظم حفلة عشا بقلب الكنيسة ففي ناس معزومين بعرفهم في ناس من أرمينيا كانوا معزومين كمان فهيك كنا عادي مع شبيبة وعم نفكر شو كيف أنا ننظم الحفلة أنا بقول له صديقة قريبة علي فأنا بقول له أنه ليش أنت ما بتعملي تديري الحفلة فهي قالتلي أنه إذا أنا بدي ديري الحفلة أنت كمان لازم كمان تعزف لنا الدودوك هي عارفة أنه أنا كنت جايب معي دودوك من أرمينيا بس ما كنت أعزف أبدا فقلت أخطت تحدي ورحت عند استاذ بعرفه وبعدين صار استاذي بالمعهد المسيئ الأرمني فهنيك علمني كان عنا بس ثلاثة شهر ويعني كتير صعب حدا يتقن الآلة لأنه فيها تعزف علي فيها يعني دقيقة الشغلة مش كابسة زر هلا بفسر لي كمان ليش عم بقول هيدا الشي فتعلمت كم غنيتين هيك مع طوتين وطلعت وقلت لهم هيدا التحدي أنا بس عم بزوف لأنه فيه قلت لهم واستغرب كلهم نووي من ثلاثة شهر وبخلال خمس أعداد هلأ هني منو ما كانوا ساعبين كتير بس معروفين المقطوعات اللي عزفتهم فقالوا أنه كانك عم تعزف لك ثلاثة سنين فأنا لدي شي موهبة هونيك فبعدين رحت عند الاستاذ وتسجلت بالمعهد المسيئ الأرمني بارسيغ غاناتيان بقلب جمعية همازغين وهيك بلشت مسيرتك هيدا المميزة بتقدر تعرفنا شوي عنا وعن خصائصة أكيد أكيد الدودوك الأرمني كتير قديمة متل ما شايفين مألفة من قسمين في القسم الجسم بيكون مصطوع من من شجرة المشمش بيكون بيأخدوها بيأسوها الشجرة وبيأخدوا من النص وبيتنشف بيتعتق وبيأخدوا ستين ومليش من شجرة المشمش لأنه مجاربين لصناع أنه خشبة المشمش سوتر النين أحسن صوت بيطلع من خشبة المشمش وثاني اسم القصب مثل ما مصنوع من القصب بيجو بالسوان ومصنوع من قصب كما يقولون كما يقولون كما يحسن هذا القصب لأنه هنا التم يتأثر من الهواء من إذا كان برد القودة إذا كان شوب إذا كان شيء كما يحسن كما يحسن وأكثر الإحساس يخرج من هذا القصب لأنه يتفتح ويتسكر حسب العازف يتنفس بقلبه وينفخ بقلب القصب نعم نقدر نسمع معزوفة من اختيارك أكيد أكيد بدي أعزوف إليقيا لأرنو بابا جانيان على قوله لاحق يحب مواقع اشتركوا في القناة 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 أشتركوا في القناة الالبوم طبعي للعزب الدودوك رافي أنا حيب أختم الحلقة اليوم بمعظوفة مقطع من معظوفة فرحة هيك نسمعها للمشاهدين قبل ما نختم الحلقة وأكيد الحلقة القادمة بساعة أعزائي المشاهدين برجع بشوفكن حيب بس سمعنا إذا في المجال هيك معظوفة فرحة حلوة حيب سمع للمشاهدين حيبك ربي ياسو من هالعيد الميلاد مباركة كلهم يعرفوها بالتد ففيكن تسمعه على الدودوك موسيقى 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 وعلى حضورك اليوم لهون بتكون خلصت حلقتنا عزائي المشاهدين بتمنى تكون نالت أعجبكن بودعكن على أمل اللقاء بالحلقات القادمة بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة